صباح الخير والسلام للجميع وأهلا وسهلا فيكم في بكان جديد في أوتا وإحنا عند الافياش موزيوم خليكم معنا نحكي لكم عن هذا المتحف الافياش موزيوم هو متحف الفضاء الكندي اللي هو متحف الفضاء الكندي هو من أهم المتاحف الموجودة في أوتا خلف هذا المتحف الضبط في مطار اسمه روكليف بارك هذا المطار في الطيارات الصغيرة اللي ممكن تطلع في جولات حوالين أوتا جو المتحف هذا بحكي عن شغلات كتير مهمة ورائعة قامت فيها هيئة الفضاء الكندية والطيران الكندي بشكل عام في كندا زي ما بتعرف وفي شركة مشهورة كتير في في الطيران اللي هي بومباردير هي أحد الشركات الكبيرة زي ايرباس و بوينج بومباردير بتعمل شغلات كتيرة مش بس طيارات تعمل قطارات كذلك في شغلة مهمة جدا اللي هي كندا آرم كندا آرم هي اول طريقة استطاع اختراحها الكنديين للفضاء عشان يستطيعوا رواد الفضاء انهم يتعاملوا مع الأبجيكتس الموجودة خارج السفينة الفضائية أي شيء خارج السفينة الفضائية هو عبارة عن يد صناعية لكنها كبيرة طبعا فسموها كندا آرم كندا آرم او يعني اللي هي اليد الكندية وهذه يعني من الكنديين للعالم وفي استثمارات الفضاء آآ المكان رائع جميل آآ حتى البارك اللي حواليه آآ جميل جدا آآ هخليكم بعض الصور جوه المتحف وإن شاء الله آآ آآ بتنبسطو ويعطيكم ألف ألف عافية طبعا في هذا الهنقر اللي جنبه لما بتشتروا تيكتس من هون بدر تدخلوا التو هنقر اللي هون واللي هون وفي الهنقر هذا في طيارات الكبيرة تبعت الفضاء طيارات الحربية اللي كانت موجودة والطيارات المدنية اللي تم استخدامها الآن خارج الاستخدام مجموعة